دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى وضع خطة عمل عاجلة داث أفق زمني محدد لتنفيذ مضمون وثيقة الاستجابة الإنسانية التي تقدمت بها دولة فلسطين وتشمل مختلف المجالات في كافة الأراضي الفلسطينية وخلال اجتماع مجلس الجامعة العربية الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزري حضر أبو الغيط من تدعيات الوضع في فلسطين على المشهد الإقليمي أنا أدعو مجلسكم الموقر إلى وضع خطة عمل عاجلة ذات أفق زمني محدد لتنفيذ مضمون وثيقة الاستجابة الإنسانية التي تقدمت بها دولة فلسطين هذه الخطة تشمل مختلف المجالات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية في كافة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة وتهدف إلى التخفيف من شدة الصعوبات المعيشية التي يكابدها الفلسطينيون بشكل يومي فقد أدت الحرب إلى اضطراب طال الإقليم بأكمله مع احتمالات بتصعيد أكبر للموقف وما تمخض عن هذا كله من تبعات سلبية على الوضع الاقتصادي خاصة في ضوء التهديدات الأمنية المتزايدة في البحر الأحمر والمخاوف من تعطل سلاسل الإمداد فضلاً عن تراجع السياحة والأضرار التي أصابت مناخ الاستثمار ترجمة نانسي قنقر